حصل الباحث سيف محسن من عبود الشريف على درجة الدكتوراه في تخصص الإدارة الاستراتيجية عن رسالته الموسومة بأثر الإدارة الاستراتيجية في تنمية الموارد الاقتصادية من جامعة أمدرمان بورت سودان الدراسة تناولت في جانبها النظري مفاهيم الإدارة الاستراتيجية ومراحلها المختلفة من التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ والتقييم وقدمت إيضاحا حول وزارة النفط والمعادن ووحداتها ومهام كل منها وملخصا عن سير العمليات البترولية المختلفة في الجمهورية اليمنية فترة الدراسة كما بيّنت الدراسة إسهامات الموارد البترولية في الميزانية العامة وإجمالي الناتج المحلي للدولة وأهم عوامل تنمية الموارد الاقتصادية فيما تطرقت الدراسة الميدانية لواقع ممارسة الإدارة الاستراتيجية في وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها في الجمهورية اليمنية وأثر تلك الممارسة في تنمية الموارد البترولية وأهم معوقاتها وسبل تذليلها من وجهة نظر القيادات العليا والوسطية في وزارة النفط والمعادن ووحداتها وبناء على نتائج الدراسة قدم الباحث جملة من التوصيات لعل من أهمها مقترح تطويري للعمليات البترولية في الجمهورية اليمنية من خلال مدخل الإدارة الاستراتيجية ترجمة نانسي قنقر